ريحة رمضة على مذيك فهم كل عام طوى بخير إن شاء الله وهادي سي تجور أم بلزير ترنكوانتري والكلام معاك دائما مجدي ومفيد وخفيف ومنفطنوش بالوقت ننطلق معاك من خلال الترشيحات والجوائز البارحة كنت متوج في موزيك نحبش نعطي النتائج لكن عندك حظوظ كبيرة كيف كيف أنك تكون أيضا أفضل ممثل تتوجه تعني لك في هذا السن في هذا العمر بعد التجربة الخبرة مفهوم التتويج يجب أن يكون عنده معنى صالح منين يستمد المعنى بتاهم؟ هنقولك مثلا كونه أولي لحظتنا حاجة به هي علامة به إنما كان نستمروا فيها تولي شوية شك شك كل مجموعات عاملين حلين وحدهم حلوا حنوت ويعمل أورد سيبيا في الجهات في كذا وما جمعيات حتى فما دي السوسيتي بارح كانت شركة بتاع أحصاء عاملت أورد سيبيا أما هذيا يقف حد الاعتراف وفي المحاصلة كيكثروا الجهات اللي تعطي الجواز في المحاصلة نس كل تاخدوا جواز لساسيبيا لأنه أحنا بش نجمو يكون عنده معنى جائزة يأم أنه يمحي فكرة الجائزة باعتبار أنك بش تحدي بنس كل دوق معاش ما هو مشكلة وما عادش عندها معنى جائزة وما عادش عندها معنى إنما إذا كانت حب ما معنى أن يجاز شخص أو مجموعة أو عمل على كذا هو أنه ارتقى اللي هم عندهم وجهة نظر ثاقبة أنه هذا الممثل إذا كمشنا جائز تمثيلها أو هذا المسلسل فيه مجهود خاص وفيه لمعة خاصة خلات اللي عنده اهتمام خاص خصوص تخصيص تخصيصا فالجوائز دائما مرتبطة بالاعتراف أولا ثانيا كيف يمكن الجائزة أن يكون لها معنى حقيقي في الحياة لهم يمتع المجاز الإخذاء الجائزة الإخذاء صاحب الجائزة شنو يبدل في حياته في البرة عند الغرب عند الغرب اللي أخذ جائزة أولا تفتح له الساعة ببان في المهنة الإعتراف يفضي إلى أنه بش يخدم أكثر بش يكون عنده اقتراحات أكثر و أو و و بعض من الأموال إعتراف إذا كذب الفلوس ثم أنا نقول لك مثلا الهادي يخلص كذا إذا ك قيمته قيمة متاعه يترجمه إذا كان الموضوع يخص مهنة من المهن المهن بالمبالغ المالية التي تلقى ناس مثلا عنده سالير مثلا خمسين مليون في الشهر هذا كترجمه على أنه مهم في العمل بالتالي إذا كان ممثل ما يكونش عنده جائزة فيها المادي كذلك الاعتراف المادي تخليه هو يرتاح لأنه كمشيخ وفلوس هو مشيطان على إذا نقدر تتعكله مرقة تضور كل ما كذلك الجائزة لك كومباني يكون معاه بش هو يكون مرتاح اجتماعين حتى يفكر في أن يكون دائما لماع ويكون دائما ونضع غير هذا الجوائز الآن أفضت إلى تهافت نعم التهافت وتهافت النرجسيات والأنوات كل واحد يقول لك أنا بولك أبا مع الشيء نرمال أنه كل واحد يفكر اللي هو أهم واحد مش عاشة من عرفة قدرة يعني عاشة من عرفة قدرة برا بور لشني يخد كناس كل خذج جوائز سوني با جراف يعني انتم موزيك عاملين استاتيستيكو عاملين مجوود جبار وكل يجيد وحطوا عشر خمستاشن ألف دينار الأحسن مخرج ما فيها باس يعني ما فيهم مش بو خمسة لاف أورو يعني سيرانديتو إذا كان أقل بالدولار يعني هي سامبوليك أحسن ممثل ياخو كذا تغير في الأشياء تغير تغير مثلا أنا عندي ممثلين أصحابي ما عندوش بشي خلص الكراء هو لماع ومعروف ولا فائدة في ذاك الأسماء كي تعطيه انتجازة تعترف له ويطلع هو باه وعمل خدمة باه ما هو كاك بشي تهن زاد شوية بشي نجم يقعد يخدم ممثل على خاطر مضطر هو إذا كان ما عندوش مش من المفروض كيف عمل الدور متاع وخذاء أموال الأموال هذيك الأموال هذيك وحتى فعل ذكر الأموال فتح الهدو هو الأعلى أجرا ماش نحك عن الأجور الأجر في حد ذاته هو هو موضوع يناقش بسيفة يعني تقول الآن نشوف الأجور انت على زملائي وانت على الفنانين وكل يعني تقريبا فيه نوع من الاعتباطية الأربيترير على أي أساس على أساس أنه يتوهم عبد اللي هو بيع برشا فيطلع في الأجر أو أو عبد يقول رأك أنت بالجداء خشير رأو معروف رأو في الأنستغرام رأو في كذا فأنت أجرك عالي شعور بالإنستغرام الأجر فما أجور فما أجور الأنستغرام بيسير فما أجور على الأنستغرام يا خيبة المسحة لا لا سيكمسا يا خيبة المسحة فهادي انت للإنستغرام الآن هناك آلاف من البشر يتقضون أموال طائلة هذيك معمول به في الخارج طبعا هو ما هو معمول ما هو معمول كان بهذا في الخارج يعني لو مبسي اليوم تعاود تعدي مسلسل عمر اللي أنت شاركت فيه مع الشياء لندرا الإمارات ومبسي خطر تخذع القوانين دولياته فما مسألة حقوق التأليف والملكية ومش تمشي للمنتج هذي كان لا تمشي للمنتج للمخرج للسيناريست لرول تيتر وفي بعض البلدان مدير التصوير والديكوراتور كما المغنين طو أنت في بالك اللي بالي خامدك يا رب مصر رب البريس باش عاش عاش بساسهم عاش بساسهم يعني كان يتقال أموال على كل إعادة بث غنيه اللي هو لحنها لكل لكل الإذاعات والتلفزات اللي هي في أوروبا وقتها وفي بلدان أخرى يوصلوا أمواله ذاك حقه لأنه العمل الفني لا ينتهي بنهاية إنجاز بل حمد لأغنيت فات المعاد وفات الحكاية وقتها بدأت الحكاية فهو يتقاضى على عمله كريمان وهذا موضوع جدا لأنه موضوع يهم الدولة الدولة التونسية يجب أن تنهي موضوع مش معقول للمكين الفكرية هذا يجب أن نحلوها القصدية لأنه علامة من علامات التقد والرقي وأنه إحنا بلاد عملنا الثورة وتونسخشينا يسر وبرك الله فينا وينسال الكواء يجب أن ندخله في الحداثة من هذا الباق نزلنا بعاد شوية ضروري وقيد فما قوانين قاعدة تتعمل اللي نعرف وانا في صدد الإنجاز وفما مشروع هدايا قاعدة تعمل لكن ظهر فيه ويخذ وقته فتح هذا هدايا وقت اللي يكون بالاسم والتاريخ متاعه داخل منافسة هل أنت قابل للمنافسة قابل ما عندما حتى شعور بالمنافسة إلا معروحيا حقيقة وقت اللي تغذل قرح تصويرتك مع تصور الناس لأخرين ايش بيه ايش بيه ايش بيه هما نرجسيتك ما تقبلها با ديوتو با ديوتو برسك وفون أنا الجائزة هذي والجوائز هما مناسبة بيش تنجم تتلاقها عن الناس لأنو أنت الوقت نتاعك ما اسمح لكش بيش تتلاقها مثلا البارح شفت لطيفة القفصي عدي مدة ما شفت هايش هي مناسبة قعدنا وشربنا التاي وقال مثلا دليلة كجين بوكو مفتاحي رقيتها بيش تايد الرين صفي لانطو مش تفتاش انسو كرواز كمسا انما هي بالنسبة لنا لا يتجاوز موضوع الجهد ولو تتلع انتي مدولك واحدة تعملك يقول لك بركة الله وفيك العمل وان رابب بركة الله وفيكم من المتووم زادة اللي باركتول على العمل وان كنتينو فتحي بش نخو استاتيوم تع سامير وفي هل أتاك خبر استاتيوم تع سامير وفي سامير شفت سامير فتحي الهداوي يموت لتحيا الشخصية التي يجسدها ويختفي اللي تظهر هو حالة فنية متفردة ومذهلة واذا كان هناك من يستحق لقب وحش الشاشة في تونس فهو دون منازع فتح لها ديو سامير نحب ويعرفه ووهو سامير نعرفه من البدايات مشكور عليك لماذا لأنه تقبل من عنده لقب وحش الشاشة يعني سي سالي ففت بليزير وحش الشاشة لكنتي 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 بلاك سي جانتي دو تعتبر روحك وحش في الشاشة وحش لك كسا دير وحش بعدها غول تملى الشاشة اوه انا اقول ولا كما انا دعم الالقاب ساعة ساعة او مثلا ايجي ويقرر يقول لك عميد المسر فلان عميد المسر ولا فلان مالكة الشاشة ولا امير الطرب والألقاب ما هو قيمة اضافية بالنسبة الثانية امل غريب انك فاتحة بقيت من غير من غير القاب كنت اتمنى يكون عندك لقب لقب كنت اتمنى وسا سير انا قلت لك قيمة اضافية عنداليب الاسمر كين مستحق لقب كوكب الشرب كنت مستحق لقب ايما في المهنة انا معناتها فيه نوع من الغي وانك تطلق القاب اعنا العرب منحب القاب افضل وابعد 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 افضل اه ملك الموسيقى الكلاسيكية موزار متقاشر موزار وكهو موزار في حد دات راهوا لقبة موزار الشرق موزار الشرق موزار الشرق ملك الدراما الاليزابيتية ويليام شكسبير 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 ايه صوت الجبل هذا كله هو وديع الصف اكهو برابي تشوفي فتحي هداوية العصر الجديد ولا لا اشترك عمر عمر ما يجي حتى ما يعود 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 حتى ما يعودي فوق متاع الشباب اللي شفت هنا اللي يتكلم في ميسترو ما يجوبني على سؤال باعد يتكلم فولاه شفت كيفش هربت ليба هربتش نحن نشارج باسا دبور تابعونا اليوم من أجزء أعمال وستخدمت عن اختيار وامتر اعرض حالك أعمال اخرى عرفتت من الأجزاء ومعركة معها كي جانبوكو دايان و جاتو كنتان و الخدمة 460 الخاتزة دهو اخذي نوع من بالتجدد و نوع من كفاشو ما الاميوري انكار علش مدخلتش العالم تا 460 لانه هو كتكلمنا كان وقت قبل 14 لكن انا في الوقت هذيك تقربت قبلنا مرتين ولا مرة وتكلمنا على المبدأ بعد هو سفر في الاخر وقت مكانش اكيد انو يعمل المسلسلة انما انا وقتها اتصلوا بي الاعمال اخرى وكنت كذلك انا في عمل نصور فيه اللي هو مملك النار كيف اتصلوا بي مملك النار مع شكونا في حمامات مع بيتر فيبر اللي فيها معز معز كديري فيها بن جامرة وفيه ثلة وفيه سوهير فيه ثلة هذا عمل تونسي؟ هذا عمل انترنسيونال انو فيه موثين مخلطين سوريين وعراقيين هذا اللي نتفليكس معده يبدو على نتفليكس لكن فريق مهم فريق اللي فيها كبير برشة اثناء نتفليكس عندكم مملكة النار وعندكم المايسترو وولد موفيدة وقصبت وقت عمناول اللي ما تخدمش يتخدم برشة عمناولين يا فيه بوكو تشوزة معلاش صار عمناول صار استسموه سلسلات تاج الحاضرة وشورب تاج الحاضرة وشورب بو تاج الحاضرة هو غريب تو تاج الحاضرة عاودت بس في رمضان يخيلو ديمات متاعوه برشة اكسرا دينار خدثمه اعمال يجيو هذمهم بالوقت يتظلموا وقت لأسباب عديدة او مايقعش مايكونوش اولويه عند الموشيات بعد كيف عاودو كينو عاود حياة من من الصندر متاعوه نراك في تاج الحاضرة كنت نراك معلتي سامي وساوسن مايقترحوش عليا وانا كنت عندي حاجات اخرين ما عنديش عندي حكاية اخرين خارج تونس شورب شورب نو ماصارش اقتراح الفترة تسحرك هذيكا مره يقترحو عليا يظل يحاجة في شورب بيجون بوفيبا او كيربش يقترحو عليا او لانك لا ترضى الا بدور البطولة لا لا مش صحيح اتناجم شورب تعمل شورب شوف فما مسألة لي صار عليها الاخت برشانوف كاروئين نحب نسألك على الموضوع هذي مدام الحديث يجي شكو قال فتحي هذوي مين الجمش يكون شورب انتي تؤكد من نجمش بيان سورب خطر احنا تواران في حاجة خاصة اسمها رو كونستيتوشون يعادة ميجيش منه تعمل عمر بالخطاب مثلا هذي موصوف مش حتى عنده تصاور ميجيش منه تعمل عمر وليه عليه ابن أبي طالب مش مثل ما وصفه في الكتب أمار كان طويل طولز نيجا وكان بلغو وما تجمش تعملو قصير وضعيف ولا قاصب القرشنية قال نتفلسف حتى أنه أنا أعتقد أنه أحمد زكي مثلا في التجربة اللي خاذها في فيلم ذومه على الشخصيات أنه قريب كان فيزيكمان أنور السادات أنه ما عنده حتى علاقة لاب عبد الحليب لاب جمال عبد الناصر أعتقد أنه موجودة الصور المتاعه موجودة من الجموش لو شفت أنت مثلا غاندي متاع ريتشار إتنبرو غاندي كان عنده ريتشار إتنبرو الأموال كل شيء جاهز اختار موثين كل وحل في غاندي ملقاش غاندي فقض سنوات ويفركس على غاندي اللي هو بعيد عليه كان تروى كيلومتر كان القاء بانكينج سليم القاء فوتوكوبين متاع غاندي هذا الشرط الأساسي في الركانستيوسيون إستوريكي كيف تحكي مش نعملوا فيلم على بورغيبة يزمن مثل فولة وقسمتها سنين مع بورغيبة كيف الفيلم بتاعتو باك كأنه عادة من جديد للحياة شوف أنت مثلا ماري ستريب كعملت سيسما عملت مارغريت تاتش الأخرى كعملت لارين إليزابيت لأنه أحلى موثق هو موثق مصور أنت تضرب التماهي من الأساس كيجيبوا مثل ما يشبهش فيزيكمو لطفي وشور يشبهوا لبعضهم فيزيكمو في عمر وانتي تعرف التجربة تعبوا برشا بشي جيبوا ممثل وكيجيبوا الممثل يشبه فيزيكمو وعندو مشكلة في الصوت عملوا لدوبلاج للصوت معندها التلمون كانوا حريصين انهم يقربوا برشا كالصوت لخشين المقنع بكل جيمة هذيك وداروا العالم الكل يلوجوا على غانم الزريل اللي بشي حطوها علي بن أميطان كان عندو مشكلة حاتم ملقاش علي ملقاش علي اخي انا اقترحت علي وريد بتصوير غانم قال لي غدو اجيبوا وغانم كان تشوف غانم من حيين فتق التطور في خنده كممثل كتشوف غانم تصور وهو موجودين في بيوت في العيران وفي ايران التاو لانو شبه عجيب بين وبين علي وآل البيت مثل ما هم في المنممات والصور اللي عملوهم سبحان الله ايه قلبك اقرب لشكون فاتحي الهداوي كان قلبك اقرب قلبك قريب اللي كنت انت حبيبي شوف كيفيش شوف كيفيش تبدي تكلو فيه شوف رو ما عادش نجامكم والله والله قلبك اقرب كان الماسترو ولا الولاد مفيدة شوف تره هنا ما يريد المساويات اللي تعمل فيها والله لا والله لا يا با الدوافع متاع اولاد مفيدة كعمل والدوافع الماسترو كما هنا هما دوافع مقلع بالنسبة لي هنا نتكلم على نوع متاع شخصيات في مجتمعنا وهنا نتكلم على حالة متاع شريحة معينة في مجتمعنا نحن نصوم أنا جسوي نحكي على حاجات نعرفه في سياق فهمه وعجبني ما فميش مسلسل خير من مسلسل إذا بشتاخو أنت نخرج البر ما مسلسل خير من مسلسل أقرب القلب يعني انا في ولاد مفيدة عائلة معنا تدخلهم بأظم البو والحاج سي أراكنتي حلوين ياسر بشتحكي عليهم شك شك حكيت فيه شوي البرح معه في مايسترو أولا انت دخلت على ولاد مفيدة فما الأولاد اللي عندهم تاريخ عندهم علاقة عاطفية مع المتفرجين كبيرة ياسر حققوها وبنوها على سنوات في مايسترو فما أنتبو عجبني أنه نحكيوا عليه نحكيوا على الأصلاحيات وتجربة أنك تمثل مع الصغار وتشوف الصغار كما يزف فتحي وقت اللي تتقابل مع الممثلين اللي معاك ونعرف أنه نجاح أي مشهد يشترت أنه تتوفر كيميا ما بينزوز أشخاص أنت مرعب في تمثيل تتخوف ما عندها يخفو قدامك وليت صغار لا أنا جالي معي لأنه الكل فرجيل أنت فرجيل لس كل فرجيل أما أنا عندي تجربة نخبي لفرجيلية يسوي تبلوكي وقدامك ونتبلوكي أنا قدام روحي في بعض الأحيان لكن أنا مع الأولاد ديما نحاول نعطي نوع من الجو وخاصة أنك يبدأ مخرج حلو وذكي كيما لسعد ولا كيما سوسن 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 جمني معنات هالناس يعرفوا كيفاش يخليوك توحيت تخلق جو أنت خاطر أهم حاجة هي أنه تنجح العلاقة بين الشخصيات تنجح العلاقة بين الشخصيات من خلال العلاقة اللي تكونها مع الناس اللي عندهم عليك فكرة وعندهم عليك نظرة تقدح شرارة النجوميه بينك ومما بين ولاّد مفيدة وقت اللي تتقابل معهم في السيقانس بحكم بشيفتك الظو بحكم بالمعنى بحكم بالمعنى واحد لا ، لا مالطان بحكم بالمعلوم حقيقة الشخص يجب أنتصوك الأمر معه ما تتمنى هامش ولادك نحن هناك حتى أحد لا يتمنى هامش كنت في حالات الشخصية الشريرة المنفعية البراجماتية الحاج ليه حتى عباس حسو زدم منفعي عنده جزء من الشر ما هوش مزمر ما هوش مزمر اي هما في الاخر كتحطوا في محاك الحياتة حالة معنى حال عباس يمثل هلش شديد هما كلا شخص تديك شلكت حالة زي لا تعبين كيفناك كل في الحياة هادي شوف الالام تعال الناس اللي محيطين بك احنا في العشنوة نعبر احنا نعبر ونستلموا الحكايات متاعنا واللي يكتبوا يستلموا كل شي من الواقع والواقع دائما اكثر تعقيد من الخيال احنا له جزء ولا شي وشخصيه معقده ودخل بعضه اهم برشا من الشخصيه بسيطه في الزوز ادوار فاما فتح الهدوي صحيح فاما نيانس لكن قالب فتح الهدوي كان غالب فاما فاما خصوصيات كل شخصيه اما تمثيلك فتحي كان القالب امتاعه غالب بغازرتك ب كما فتح الهدوي واذا نفعله؟ أمان كو تولي مثلا تعمل دي في اسمو كبار لا مكش عامل انت تحابب تعمل لا 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 أنا نسلف شكلي وبدني أكون نسلف الشخصي أنا نحط روحي أنا في وضعية نفسية يا عاطفية نحط روحي في وضعية في بقعة هو شنية مشكلة الرجلة ذا شنية شبهها كيش شبهها داخل بعضها كيش شبهها كذا التساؤلات أنا أهم حاجة هي التساؤلات أنا بات وجود معناش دائما أجوب لكن أهم أنك تساؤل باش نسألك على الناس اللي يخدموا معاك مثلا باش نسألك ثلاثة أسألة على ثلاثة أولادك وبعد عندي الأولاد الصغار الأخرين اللي في السلاحية عندي أولادي زادة في السلاحية عندي أولادي زادة عندي شبوب مريم وعندي ترابلسي كيتي أكسرا هني جاي قبيل السياري اللي من سيدرين من لأجل عيون كاترين ما تقبلش انتوا نصحتوا حاجة على الغياب على قعدت انتوا إياهم خدمنا مبعدنا بلقدر قبيل كانت في مجموعة لن يتغير أن يكون شخصية يعني ما فيهاش الزادة والعشرية كانت في مجموعة نحن نعطينا كممثلين وكأصدقاء وكأصدقاء وكما نصحب أمنا حاجات مبعدنا حتى في خميسة شي الآن كنا نتجل حجم في حجم نتجل حجم نتجل حجم نتجل حجم ونحن بشكل يعني لا 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 نحن بناضع حجم نحن نحن بالحجم نحن بحجم نحن نتشاهد لما تنقشها مع سامي نحن نخلص المثال مع ساوس ساوسن أكومباني وعامل عملية معقول اليوم عملت عملية غدوة في الكلينيك بعد غدوة تسوى يعني شجاعة ورغم ذلك عندها وتواصل تعطي ملاحبات بنائها حاسمة للممثلين صغار وكبار وما حليش ما أنك تتعاطى تبني مشهد مع سامي مع ساوسن تبنيه حجرة حجرة لأنه إحنا كنا إحنا كنا نحاولوا نقربوا لبعضنا نقربوا لبعضنا حتى لي وبعد نقولوا نجربوا نقولوا مزلت مش مطبوخة مليح بنتك هذا المشكل الأساسي اللي يزن نتعلم ونخدم عليه مشكلتنا ما هيش مع بعضنا ضد بعضنا مشكلتنا هي المادة اللي احنا نفركوا فيها العجينة ذيك باش نوصلوها في أبا الحلال بنتك عزة عزة نصحتها ولا لا هي جديدة هي اليوم من عالم الموضة والأزيال إلى عالم إلى عالم التمثيل عزة هايلا عزة تفهم وتختف وحساسة برشا عطيتها شي دارك روت بيلك لا لا عزة جولان بوكو حقيقة أنا يدبو مومان اللي تسام كلامني بعقلك ما تكلامنيش بإحساسك عزوزة غولة عزوزة ممتازة نسيت كي تدخل غادي تنسى لي هي طوب موضة أركو ديو سالسي شنو في المانيكينها شنو حوالها طوام نيويورك طوام نيويورك مصاف كبير لكن كي دخلت كي تدخل بعدنا السودان تولي ممثلة تولي عندها ردة فعل ممثلة على ذكر الجمل اللي قلتهم البارح مع أمين سمعتك قامت الدنيا ولم تقعد قلت ممثلات يجيبونا معهم الحجمات امتاحهم فقامت الدنيا ولم تقعد الله يا هادي لست في هذا المضمار أني أنا نتوجه بالإيساء أو بالنقد لأيين كان إنما قلتها ولا ما قلت هاش برك الله وفيك أسمعتك البارح ما عليش ما شو قل قلت فتح 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 الهدوية على نفسه أبواب جهنم نو 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 أنا ما نتكلمش على الناس أن نتكلم على وضعيات أحنا المهنة في تونس الآن قادة تبناء بشوي بشوي واسناء صاروا أربعة خمسة مسلسلات كل جمهور ختم فمش جمهور واحدة فما جماهية جماهية كل جمهور مثلا نتكلم مع الناس يقول لك ملا مش يعني فتق أي جي أحد دخل قل لك وزيد مولد مفيدي جي لغري قل لك مايسترو مش معقول والأخر قل النوبة ما معنى هذا الكلام أنه ليس هناك جمهور هناك جماهير عديدة لذلك يجب أن نصنع مسلسلات عديدة لأنه قد من نصنع مسلسلات عندهم الجمهور يظل في بعض الأحيان أنه فما جمهور فما مسلسل يعمل بقعة معينة أنه لولاني بالنظر لرسل أولاد مفيدة لولاني إلفو أكسب إصاب سيبا غراف أنا ماشين أنت ترح لول بمنطق بمنطق الجماهير إيه والو معهم مشكلة مشنو مشكلة ماذا بي واحد يعمل خدمة يشوفوها النس نرجع للحجامة نرجع للحجامات والحنانات نبنيه في مهنة جدية المهنة التمثيل محليك رب يفضل الدراما مشكل كبير أن باش نتلمو نكتبوا قصة راه واحد يقعد على بيروه يكتب على الروح وقعدوا علاقة بينه وبين الكمبيوتر ولا الورقة باش يتغنيو يتلمو مطرب وعاس فينو وكذا ويقعدوا في السيديو أما باش تلمو ناس من مقارب ومشارب مختلفة باش يعبروا مسلسل يدوهم 15 حلقة يعني 4 أو 3 شهر تصوير ساس يفوت الخطنا عديو برشة وقت مع بعضنا برشة وقت إذن المعنى هذه في قوانينها الملتاريزي معلتها المعنى ذي كلميليتار إذا كان حاجة طاحت يتهاول الواحد الكل مش قولت المهنة ذي أنها مربوطة بالأنا فالمخرجي يقول لك أنا المدير التصويري يقول لك أنا والمواثيني يقول لك أحنا كيف نظمت هذه المهن كل واحد يتلها يعجل الخبز وفما نحن نفس المصب أنا المكياج أثار انتباهي مسألة المكياج لست وهاجم أو أعمل أنا نحك على مهنة المكياج هو كما الديكور هو كما الملابس الملف هو تابع الوحدة الأسلوبية وتابع المفردات متاع المسلسل المكياج تابع المفردات متاع المسلسل وليس تابع مفردات النجم أيام نعرف يعنيפME عبد بعد فنانات الشرق ديما بعد فنانات الشرق عندهم مكيور متاحهم عندهم الذكي يخليوه في الشرق احنا في تونس مع الناس على كل حال في سوريا انا ما شفتش بصراحة وصلنا نعمل لها سوريا وصلوا يعاملوا انا معهم شوية 75 مسلسف لهم انا ما شفت شفت مجوم كبار ما تجيبش مع المكيور شو جيب مع المكيور يعني كأني انا نقول لك يا هادي بش نجي نعم معك الانترفيو بربي سيد المخرج بش نجي بمخرج متاعي طب هذا كلام يا انا نحكي على سياق ما ليش نحكي على مهنة لديانتولوجي دي ميتي تاو في هوليودي جيبالك انتي اللي ان جراند ستار مثلا شارون ستون الانجينة جولي داخل بالماكيور متاحها هذا غير ممكن داخل بالسكرتير متاح اي بالاجان متاح اي باللي هزلها الفاليجة اي باللي يجيبالها اللي حرابش متاح اي اما ماكيور والكوستومي سيدي كونسيب ريان دو پرسوني تربطهم عقود عمل مع العمل بتبعت الحال اي اخي احنا توا نعملوا في نتفليكس اذا طو فما واحد بعقله يجيب معاه حجام متاعه اه وانتي عندك ماكيور خلينا محكيش على القولة اللي مختلفة اي سيدي عامش نحكيانا كونسيبالك يلا ندرا فما شك انه بنت بنسدرين ماكيور متاع ما تعرفش المكياج انا نجيب حجامي واحدة حجام لي لحيتي يعمل لي المكياج متاين اي عقل هذا هذا الضرب لطبيعة المكياج السينما غير مكياج الدنيا ولا هو مش مكياج تخرجة مش مكياج تعرس مش مكياج يغطي في العيوب مش هذا الموضوع المكياج هو التابع الشخصية اذا هنالك عبد مختص وقرأ عمره كامل ويقرأ في المكياج اي سارت هدي اه من حباش تصير نحب نحمي انا مسئوليتي اني احمي المهنة في تونس قدر كاني نعرف على شكون تحكي من هذه الشوائب من هذه الشوائب كاني نعرف على شكون تحكي شنو تخصي سني با امورتان لانيكدوت انا دره هند دره انا جايك نحكي على دره خطر جمعاتك من مصر جمعاتك بيها جمعاتك بيها ميشي نحبهم كل بنيات سان جنتي دره بالحق عابدين ظافر وفهم واحد جابت بالبرجكور نعم نحن يا أخي فلذلك نحن الولاد يجب أن نكون محقاً كسوس وابنائي فريال يجب أن نكون محقاً في علم التمثيل وفي الوصول لا يأتي عبد يأتي أحد 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 أما أحد أنا لا أقبل هذا وأعتبر وأعتبر أنه من الغريب ومن الخلف أنه مخرج يقبل هذا بيه واضح جوز خلينا نسمع واخترت لنا أنت محمد عبد الوهاب وبش نهدي وهي لك لك أنت أنت بحليها ذاكري عندك معا ذكريات ذاكريات ذاكرياتي الوحيدة هي ديما نفسه إرسأني علي أمين أنا مشكلتي مش ذاكريات ذاكرني في فازة ونهبط لا لا أنا ديما نسمع وقول يا ربي إلهمنا من الموضع بش في التمثيل نعمل كين وصير هو في الغناء إن شاء الله نوصل كيف هو عبد الوهاب هو في في الإبداع الغناء إن شاء الله أنا كممثل نوصل في الإكتمال أنت الغناء الفتحي الهداوي يعطيك الصحة يرح يرحم ألدي ووالديك أنت يرحم ألديك أخي 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 طبعا بوزت بريمون ملحفظون شكل عصفور وإسكوباء ملك بن سعد الملك أخي والأوليد اللي اعمل الهيابي سعودين سميان سعودين طبعين ممثلين فيهم المعهد العالي صغار يظلوا أصغر من عمرهم وفيهم اللي يجي وفهم حتى اللي معدي عامل شوية إصلاحية بلها؟ هاوية حاجة كبيرة يسر الميسر من الإصلاحية جبتوا ناس مثلا؟ فهمشكون عادة إصلاحية عم عدي إصلاحية في السيفي متاع عم عدي عامل ضريبات إصلاحية والبنات يفتقوا والبنات زادة فهم فيهم اللي بسي نيتي باتري تريزاك دي فيسي ها؟ لكن وفهمش كون يضرب في الكراب كان؟ اي اي اس اسمه اسكوبار اسكوبار كان يضرب يتسلى في الحومة يعبي يقفها ولا شكارها بالحجر اللي متعدي من القنطر يضرب هاوية هذي هاوية هذي هاوية هذي خبزه اليوم مثلا معنا بدي يفهم الموضوع له والهدف متعنا كل كان أنه تجربة الماسترو تفيد لأولاد ليس فقط في أنهم يتعرفوا كله إنما في ما كان منهم أنه يفهموا الحاجات أوترمون نجحنا في هذا والحقيقة أنه لسعد وسليتي بذل المجهود جبار جدا والحفيان لأنه الحفيان أموا منظوني ولا يبدوا يشوشوا حتى خارج تسويق يقولهم نوري يسمعوا يسمعوا حفيان يسمعوا أنا أصحابي هم أنت مدير الحبس لا حاجتي بالتماعي مش مع مدير الحبس حاجتي بالتماعي أنا حفيان حفيان هو يعني مدير الحبس في علاقتهم مع يلي تي فرند لي معا غان مبرشة ولا فرند لي موتوا على غان مو يحبوا مو يلعبوا كذلك وأنا لعب معهم في أساس مو يحب هم كذلك أه حفيان إنما إنما وصل في العلاق خمام وإذا سنفيه Parti de son travail هو وزيد وصل في الخمام ينجم كلهم يأمرهم بالصبت لأنه هو يأمر فيهم في الأحداث المساسر بالصبت فكان جوا على هالمستوى ذا رايعة حاجة كبيريسة الأولاد شافوا الشهرة والكاذة والاعتراف أنا نطلبهم في حاجة لأنه معناش ما هنا في تونس تخلي اللي فأما أعمال أخرى ربما مش سيقوروا أنه جي أعمال أخرى يناديهم فيها هم وهما شافوا وحطوا ساقهم ذاقوا 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 تعب وذاقوا اللذن تعا اعتراف الأخيرين فأنا نطلب منهم حاجة وذين يداء نوجهوا لأولاد الكل ذا بياسي لسعد الوصلية يزادي عوني فيها ذايا وصير يظن فهري مشكورين أنه يتلموا الأولاد اللي عملوه وصحابهم مع أولاد المعد العالي اللي مثلوا اللي هما ترابلسي فمشة بالمعد عالي ويكونوا مجموعة مسرحي بورقاردي يقعد عندهم رابط بالمهنة وفي المسرح شوية بشوية بش يفهموا مكامن الضعف في الخدمة متاحهم لزون دومبر كذا ويمارسوا المهنة هذية ويفهموا بشوية بشوية اللي هذه هي المهنة يلقاوا يزوم يلقاوا هذا التوازن مع الواقع شوية خطره تلفز الدوخ المسرح هو اللي يرجعك للواقع للواقع كيف يتلموا مع الأولاد المثقفين ترابلسي وكل أولاد قارين في المعد العالي فهمين وحتى الولاد نوبا ما سبقا الولاد قارين ويفهموا يحذيوا الشباب هذوما هالأطفال هذوما يحذيهم وخليهم يواصلوا يخي أحنا من يجينا يا هادي نحنا جينا بمسرح المدرسة فعمرهم هو انفوزي دي تاتر سكولير والفضل اللي جعل المسرح لو كان ناقينش يكون يحذينا أسد ذاتنا الناس اللي يخذيونا من البدء منذ البدء كل واحد ما يفهمش فاتحي الهداوي انت كنت نجم يقولوا معانت هالا الصيفة متاعك بضبط في السجن تشتتسمى مدير السجن مدير السجن مدير الإصلاحية مدير الإصلاحية إدارة السجون هل أتيك خبر أنها كانت منزعجة من مايسترو مزعجة لا يعكس الواقع في الإصلاحية بل هو إساءة لصورة الإصلاحية في تونس الأعوان ما يستعملوش المتراك لا يوجد سيلون في الإصلاحية الصغاري هذوهم يتفرج في الدربي ونعملوا موسيقى من التسعينات ونشبتوا نشي جديد سيد مدير الإصلاحية كونه يكون فيه بلدات فعل من إدارة السجون هذي بيدها لا موش هكا حاجة هيلة أنه مش سكتو قالوا يخلي التعدل مجال النقاش مجال نيبالي ريبانس كل مش كتبتوا هنا السيناريو أنا عمري مشيت الأصلاحية أنا تمثلت الأصلاحية من خلال ما كتب إلي ليس هناك إساءة أصلاحية ليست هناك نية الإساءة ما فماش فماش نية الإساءة لأنه زيد موجة نظار أخرى يقول لك أردتوها سويسر أصلاحية أوتي لذي والناس تغني والناس قال ما معرفت هيج أبسولي ما زادة من ناحية أخرى والإساءة وجماعة اللي مش رفين على الإساءة يسي نورمال بشي يقول لك لا أنتو ما فسلتو لنا السورة بتاعنا والأخرين يقول لك أنتو ما حسنتوا ياسر في السورة هذي هذا هو معنتها إن شاء الله كان عملنا موسيسي الأخرى نقرب أكثر من الواقع ولكن ما ننسى وش اللي يتساجي موسي دو حكاية مربوط سيدي ربير ذو ك فشي روخدوك فشي أكلو سي أبو بريسا بلزو موانسا سوني با تريز أمبورتان خاتم نش نعملو في ربورتاج أو دوكومنتر على الإسلاحية في تونس سوني با سا يعني كإذا فما شي يتحسوا منه جماعة الإسلاحية السيدة والسيدات المشرفين على الإسلاحيات في تونس فنحنا نعتذرونهم ونصا نصوب المرجع وإذا الناس أخرين ونصوب المشيخين وتتعدى هيا لبساكي وما يكلم أحد وكل وجهة نظر زيادة نعمل القلب وعمل نتعرف سؤال بسيط سريع على الدراما التركية اللي دخلت التونس من بابوابة مايسترو مايسترو؟ اه مشاعر اه اي اي لازم 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 وهي دي مواما ممثلين محليهم لماج فيفا وتلماء وكل فم ناس أعجبهم مشاعر شبيه علشنا خلي سي تريبيا خليك شكون غزو ثقافي لا 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 فماش غزو في الثقاف فماش غزو فماش غزو فما طريقة في التقطيع في الكتيبة في سرد الشخصيات في الحقول الدلالية الجمالية كذا وجهة نظرة ديكة كليين نظيفة تعجب ناس ما تعجب السناش تعجب ناس برشا ناس تعجبهم أقل إلى آخره أما يجب نكون موجود في المشهد الدرامي التلفزيوني التونسي أنو توا كتقول تونسي تركي ولا مصري ولا كذا روسي أمبي ولا ممشوز خطر ناو زال فماش تبعوا في مسلسلات فلبينية تاو فماش يعمل يقول لكو شوف السلسة ولا تبعوا في السيري أمريكان وكذا وتبعوا في اسبانيا وتبعوا في اسبانيوري وتبعوا في أمريكا اللاتينية بيسير بيسير فما مسلسل سيني تاو تغربوا به طالما فمو مسلين تونسا وجزائريين وحلويس الخدمة بين تونسا وجزائريين مش على خاطر نحبوا تلاعك خاطر يزم يتلموا تونسا وجزائريين من المغاربة ونعملوا حاجات وقدما نعملوا بها وقدما نقدموا بها وانتي تعرف المعنى هذين من خلال خدمة متاعك في المشرق العربي؟ ببعنوا اننا مت inhal da siguiente يتحرك أمريكا يتحركوا بتحصل القضائو أنا إذن Council حتى في إ prawda بايد يأتين bir erreicht tiitions إذن فهن دستوى نتوحش سوريا؟ نتوحش ناس نتوحش اماكن معينة نتوحش اصدقاء نتوحش اكتصال معاهم نسأل عليهم معش نمشي لسوريا؟ من الجان مش نمشي حافية سوريا فعلت حرب لكن مش نمشي اول فرصة نزل نمشي بسوريا؟ بعد قبل بعد يعني كسرحت ضده؟ مش ضد بشار انا 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 مع الشعب السوري انا يصعب علي بلاد نعرفهم بصعب علي يصير فيهم اللي يصار سبع ملايين مهاجرين رقدش من مئة الف موتة رقدش من مئة الف مختفين بلدين تكسرت بنية تحتية مشيت عدد اعمار مليار دولار ايش مدخلو الشعب السوري اللي يصير فيه؟ فانا النظم هي نفسها يعني النظم اهنا كذا كذا هما تونس اللي احنا خادين نحكيو في حكاية اخرى التعلق بالتعددية بالديمقراطية الثورة التونسية غير الثورة للسورية الثورة التونسية احنا نسميو نسلكوا فيها نسميو مثال ناجح بغض النظر على المانيبولاسيون والربيع العربي والتغيير والشرق الأوسط الجديد نحن نحكيو هذو موجودين بالفعل انما نحكيو على تجربة شعب تجربة شعب انه تونس كومن رغم عن مشاكل اقتصادية ومشاكل في التضخم ومشاكل اخلاقية والتي في بعض الاحيان بربي فاتحي ندمكي لحظة لأنك كنت ثورجي ومتحمس ودعمت الثورة السورية وخلصتها غالي الموقف هذك خلصتها غالي ومشاكلة أنا جدي أنا مع الشعوب الشعب حاشتوا بالأمور تتبدل أقلوهن يعني الشعب تونسي البصري الليبي الجزائري تي الفرنسي يستوى يحبوا يتبدلوا معلتها مانواش غريب على الشعوب وقالني كنت يتاق ضد الجيليجون هذا مش معقول وضع حقيقي موجود في فرنسا والجيليجون موجودين في بلجيكيا والثورات موجودة في اليمن يعني أحنا ما نش في علاقة كيفش يقولوا هما تناقر انت في الرئيس الفلاني ولا في المنش ولا في النظام الفلاني لا أنا وجدت نظر متاعي مركزها على الناس على الشعب على ما يحوط سألك أمين على مناصب سياسية قتلوهن من لا أطمح إلى مناصب سياسية لكن لو تنادى لي مش منصب سياسي وإنما منصب داخل وزارة الثقافة إذا ما حاجة تعمل نعملوها 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 فتحي الهداوي وزير عند الثقافة وزير لديك مشروع ولا ما عندك مشروع في مخك كل واحد فنان في تونس عنده مشروع لا لا فتحي 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 لن يجب ان ترميه هكذا كرة ما هكذا كل فنان في تونس عنده مشروع مشروع إسلاحي لا ما هي مناصب الاخرى الحكال عام قلنا تلمون من فمثل شحير رئاسة الدولة قلنا يجب أن ندبره شعب قلت هالي لأهنال هنا تلمون تحكي مع الناس عندهم مشاريع وعندهم موجة نظر فيما يخص وزار الثقافة مثلاً أول قرار تعمل بمجرد دخولك الوزارة أكثر ملف حارك ملفات الكبيرة حقوق تعليفه الملكية الفكري هذا كالأول ثم أعتقد أن الدولة يجب أن تتفصل من كل ما هو الدولة ليس عندها وقت تليب مارجين حمامات ومارجين كارثال فلن تقوم بالخطوص لا تقوم بالخطوص عن التطور لن تتفصل من الإنجات إنها تستفيد من المارجين ليس فقط تتعملات على زرورة المارجين ومعلكم المنغالا سفرات تدليل أن الوقت انتهى أنه حمامت لن أتعلم عيد وين فهو بش نقول لك حاجة الغضوة اذا كان استنى التليفون من عنا خطر يمكن نجي باحدانا يمكن نجي باحدانا يمكن انت حط لي بيرو باحدانا مرحبا بي نخيل مرحبا بي نخدم مستشار بتاعك العفو 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 تي انا نخدم مستشار بتاعك عيد وين مش تعايت العيد بجنز الاولاد يشوفوا البتتسير ودينار اذا كل العام يعمل لنا قص او جاي بالرندي نيج سي دوبان سبكتراكل تشوفوهم الزغار فرصة بشي تطلعوا لايف على اعمال متاع 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 الباتريموان انترناشنال وفرجة مشوه فرجة وجوه كذا عندو في قبل لي وعندو ما نظنش كان نجي ممشي لقبل لي اما نمشي ان شاء الله في مدينة الثقافة وبو دينار دوا كنتينيو افير سا ومذا بي يتولي عادة وتقليد كل عام ان كران سبكتاكل كران فان الوكازيون دو العيد الصغير عيدك مبروك كل عام حب نطلب طلب باخير نحب ياريت واحد عندو تيل مذخل مثلا من اصدقانك عندو فندق خمسة نجوه يلمن الناس اللي عملت المسلسلات سنة قد السنسي اكسبسوني يجيب عبد الحميد ومعها ثلاثة أربعة خمسة من الشباب يجيب يجيب جمني سوسن وسامي ونظال وكذا وشوية نقاط بهي وسيت وناس يفهموا في الدراما وكل ونتلموا مدة ثلاثة أيام ونجيبوا الديفيديات بتاع المسلسلات ونقعدوا نتدابروا أمرنا وينماشيين بالحكاية هذية من خلال للإشارة ياريت نتعلموا نحكيوا مع بعض نحن الفنانين والناس أهل الذكر معكم انتوما بصراحة مع بعض بصراحة بصراحة نقعدوا مثلا عبد الحميد بوشناك ولا لأسا جلو يدي سيكو جو پانس ريالما والصراحة يجبنا نتلموا وكهوا ونتكلموا ونتعلموا متكلموا عبد الحميد خدمتك خشينا ياسر فهم الجانب هذا فهمك كذا الممثل الفلاني سالديناميك حشتنا به بعد بعد شي يولي يوليوا كلنا عنا نفس الهدف ما هواش أنه شكون خير من الآخر أما شكون خير من روحه شكون ينجم يقدم أكثر ماذا بين تلموا نهارين ثلاثة ونحكيوا في موضوع الدراما التلفزية لأن الدراما التلفزية مش ممكن تقعد حكر على رمضان زيدا مش معقول يلزم الدراما ألسيتال سلطوت لاني والحاجة البيهي أنه اليوم عنا برشة مقترحات مختلفة وبرشة والحاجة أغضروا وعلى قد شفتنا لكن للأسف الشديد من عشرين لرمضان كل شيء يوفي مش معقول مع أنت عنا ستة مسلسلات وعشرين لرمضان سكرنا الحنود مش معقول مع أنت معتش تفهم شفت كل فمش توازن يلزم الدراما ألسيتال سلطوت لاني ويزم نكلم مع بعض يقول مثلا مثلا بنجمع السناء بنجمع الحمد علي بنجمع خطر ذلك المعصار كامل الصبر والثبات والخدمة وكذا السناء إليتي بريان زي دبا مش كل يوم عندي فتحي هداوي ومش كل يوم عيد ومش كل يوم عيد يا ربي فرضك محمد علي ما شاء الله يعطيكم الصحة مالك واجيها واجيها عيد على واجيها كل مرة نلقاها تمثل دور مرتي والله مشكلة كجامبوكو سيتباني سلم عليك دكتور دكتور منتصر سلم عليك سلم عليك برشا 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 أخدم معاكم في المايسر أعمال أعمال بيرفورمانس هيلة برشا ممتاز ممتاز منتصر ممتاز شكرا شكرا فتحي الهداوي الفنان القدير والكبير